التقت المدير التنفيذي لصندوق رعاية المعاقين المركز الرئيس عدن الدكتورة نجوة فضل بمدير عام مديرية المنصورة أحمد الداودي لمناقشة مجالات التعاون الثنائي بين صندوق رعاية المعاقين والسلطة المحلية بالمنصورة لإنشاء أول مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن وخلال اللقاء الذي ضم مدير مكتب التربية بالمدير يعالي السويري ومدير مؤسسة رموز للصم وذوي الاحتياجات الخاصة إيمان هاشم وخلال الاجتماع أكدت داودي بأن مشروع بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة يأتي ضمن اهتمام قيادة السلطة المحلية تجاه هذه الشريحة الهامة في المجتمع لتمكينها في المستقبل من العمل في مجالات عدة بدورها ثمنت المدير التنفيذي لصندوق رعاية المعاقين بدور السلطة المحلية في المديرية لإنشاء المدرسة الذي سيشرف عليها مكتب التربية والتعليم بالمديرية لكي تؤدي خدماتها تعليمية بالشكل المطلوب ترجمة نانسي قنقر